ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري أحمد الحسيني ليطلعنا على المزيد من التفاصيل عن الجلسات المتخصصة للحوار الوطني التي عقدت اليوم أحمد الحسيني أهلا بك يعني تعطينا مزيد من التفاصيل عن جلسات اليوم نعم الهم منذ نحو نصف الساعة انتهت الجلسة الخاصة بالقضية السكانية وهي إحدى لجان المحور المجتمعي والذي تم مناقشته اليوم هذه اللجانة المتخصصة التي تبحث هذه القضايا الملحة بعد الكثير من التوصيات والمناقشات التي شهدتها الجلسات العامة في الفترة الماضية كان اليوم جلستان تتبعان المحور المجتمعي الأولى هي جلسة القضية السكانية والثانية جلسة التعليم ربما منذ نصف الساعة انتهت هذه الجلسة الخاصة بالقضية السكانية ولكن جلسة التعليم ما زالت مستمرة حتى وقتنا هذا ويشارك فيها أيضا الأستاذ دياء رشوان مجموعة كبيرة من المتخصصين والخبراء في مجال العملية التعليمية في مصر بالإضافة بالطبع إلى المقررين والمقررين المساعدين إذا عودنا مرة أخرى إلى لجنة الخضية السكانية التي انتهت بالفعل فخرجت بمجموعة من التوصيات والنتائج كان من أبرزها إعادة مكانة المجلس القومي للسكان وتقديم التمويل اللازم له بالإضافة إلى تقديم الدعم والبيانات اللازمة للقيام بعمله وواجبه على أكمل وجه في مواجهة الزيادة السكانية وأيضا كان هناك توصية بتحفيز الالتزام بإنجاب طفل أو سنين بالإضافة إلى تدريس مواد خاصة بالتوعية بمخاطر الزيادة السكانية هذا بالإضافة إلى تشريع بتجريم زواج صغار السن كان هذا فيما يتعلق باللجنة الخاصة بالقضية السكانية بينما اللجنة الخاصة بالعملية التعليمية والتعليم وإحدى لجان المحور المجتمعي أيضا ما زالت مستمرة وتناقش أيضا مجموعة من القضايا من أبرزها توحيد قوانين التعليم قبل الجامعي في قانون موحد هذا بالإضافة أيضا إلى استحداث مواد تخص الإدارة المدرسية ومناقشة مطالب المعلمين وأيضا تفعيل أو إرضاء عدد كبير من المعلمين ومن مطالب المعلمين وما زالت هذه الجلسة مستمرة حتى وقتنا هذا نتابعها معكم لحظة بلحظة حتى انتهاء هذه الجلسة والخروج بالتوصيات المقررة والمقرر أيضا أن يتم رفع هذه التوصيات إلى مجلس أمناء الحوار الوطني ومن ثم لرفعها إلى القيادة السياسية نتبع معك أحمد الحسيني المزيد في خدمات الإقبارية اللاحقة جزيل الشكر أحمد الحسيني مراسل التلفزيون المصرية